لطالما تغنى بجمالها وجمال عينيها غزال الريم العراقي النادر في محمية ميسان الطبيعية أكثر من 300 غزال ينتشرن في مساحة 500 دون من على الحدود الغربية للمحافظة كان الهدف الرئيسي من إنشاء هكذا مشروع مثل مشروع محمية الريم في قضاع الغربي للقضاع على التصحر وليعادة توطين غزال الريم العراقي بعد عمليات الصيد الجائر اللي نرجو من حكومتنا الموقرة ووزارة الزراعة بالخصوص إعطاء انذار أو منع عمليات الصيد الجائر من أجل إعادة توطين هذه الحيوانات في تلك المناطق اللي ملائمة لتربية هكذا حيوانات وفعلا بدأ مشروع محمية الريم بالعمل من 2006 بالعمل بصورة مباشرة ورئيسية بعد جلب غزلان في تاريخ 26-9-2012 بدأ العمل بالمشروع من خلال جلب 25 غزال بواقع 20 أنثى وخمسة ذكور إلى المشروع وقام العمل بجهود حفيثة من قبل كادر المشروع المحمية الموجودة هنا وبهدف الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي تأسست محمية غزال الريم العراقي النادر في منطقة علي الغربي لتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لحماية هذا الصنف النادري من الغزال من الانقراض والصيد الجائر يعتبر هذا المشروع من أنجح المشاريع بالمنطقة وكذلك بمنطقة الانتشار العربي لأنه يعتبر من المشاريع الناجحة جدا لعدم وجود هلاكات ولا توجد مشاكل صحية أو بيئية تم زراعة أشجار ظلية لحماية الحيوانات لحد إعداد هذا التقرير بلغ عدد الحيوانات 375 غزال تعتبر مساحة محمية الريم 501 دونم مسيجة بالكامل بي أرسي تحتوي على حظائر وظلل للحيوانات الهدف من إنشاء المحمية هو الحفاظ على التنوع البايولوجي والبيئي للحفاظ على حيوان الغزال الريم من الانقراض وبعد أن كانت البداية بعدد لا يتجاوز أصابع اليد تضم اليوم المجموعة أكثر من 300 غزال في ظل جهود كبيرة تبذل لتأمين متطلبات عيش هذه الحيوانات لبرنامج صباح دجلة حيدر الساعدي ميسان ترجمة نانسي قنقر